في خطوة قد تغير مشاهد تطورات الأخيرة في النيجر اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس قرارات تبدو صارمة في التعامل مع الحركة التي أطاحت برئيس النيجر محمد بازوم قادة الدفاع في المجموعة وضعوا خطة لددخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة المجلس الانتقالي هناك تصميم صار من قبل رؤساء دولنا وحكوماتنا على وضع حد لها وجعل النيجر مثالا على هذا النحو للتأكد من أننا لن نسمح مرة أخرى بتعطيل تحرق المنطقة نحو ترسيخ الديمقراطية في منطقتنا خرج وزراء دفاع المجموعة بإجراءة في نهاية اجتماعهم الإقليمي الذي استمر ثلاثة أيام في العاصمة النيجرية أبوجا وأبرزها الإعلان عن تدخل عسكري محتمل لإعادة الرئيس بازوم إلى سدة الحكم في النيجر مع احتفاظ إكوايس بحق تنفيذ قرارها بدون إبلاغ قادة المجلس الانتقالي متى وإن ستكون ضربتها إلا أن إكوايس أكدت رقبتها في نجاح الدبلوماسية ومنح قادة المجلس الانتقالي بالنيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عن خطواتهم في الإطاحة بالرئيس محمد بازوم قرار المجموعة صدر بعد مغادرة وفد إكوايس في نيامي بدون انفراجة تذكر وبدون أن يلتقي عبد الرحمن تشياني الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم إلا أن الوفد قابل في المطار عددا من المسؤولين في السلطة الحالية وبحث معهم آخر مقترحات الخروج من الأزمة التي عرضتها إكوايس شكرا للمجلس الانتقالي